الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى الثاني من يناير لدينا الكثير من التطورات حتى صباح اليوم لذلك رجعنا تتابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الانضمام إلى القناة ودعوة أصدقائكم للانضمام إلينا طبعا أحبائي لدينا تطورات بخصوص أفديفكا وباخموت والضربات الروسية على أوكرانيا التي ما زالت متواصلة حتى اللحظة طبعا سنبدأ مباشرة من جبهة باخموت تحديدا جنوبي باخموت في شمال كورديوميفكا استطاعت القوات الروسية التقدم ضمن هذه المساحة كما تشاهدون باللون الزهري شمالي كورديوميفكا مساحة عادل تقريرا حجم قرية كورديوميفكا تحاول القوات الروسية التقدم بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه على طول القناة المائية للوصول إلى هذا المعبر لكطى إمدادات القوات الأوكرانية التي تأتي من هذه المنطقة باتجاه شرقي القناة إضافة لذلك أحباي تتواصل المعارك باتجاه الغابات هنا أحزيان الغابات وباتجاه محيط أندرييفكا عاودت القوات الروسية تفعيل هذا المحور والهجوم باتجاه كتشيفكا من الجهة الجنوبية الأمر اللافت أحباي أن القوات الروسية تحاول تطبيق خطة واغنر التي استطاعت من خلالها السيطرة في السابق على كامل جنوبي كطاع بخمط في السابق انطلقت قوات واغنر من هذه المناطق حين سيطرت على كورديوميفكا ومحيطها لتصل إلى هذا الطريق الرئيسي وسيطرت على كامل هذه المنطقة انطلق بالعديد من الطرق أهمها كان مهاجمة هذه المواقع المنتشرة في هذه المناطق إضافة إلى هذا المكان إذلك ستحاول القوات الروسية ربما تضيق نفس الخطة أو قد يكون هناك تعديل عليها أو قد يكون هناك إيهام للكوات الأوكرانية الكوات الروسية ستهاجم بعدة طرق للوصول إلى آخر نقطة في السيطرة الأوكرانية الموجودة شرقية القناة المائية طبعا ننتظر ما سيحصل القوات الروسية تتقدم إذن في هذا الاتجاه هل ستوسع القوات الروسية طبعا عمليات السيطرة بهذه الاتجاهات لا أحد يعلم ولكن المعركة عنيفة وقائمة إذن القوات الأوكرانية في هذه المنطقة تخسر جزءا من سيطرتها لصالح القوات الروسية أما في اكتشيف كافة المعارك مستمرة ضغط كبير من قبل القوات الروسية من الجهة الشمالية ومن المرتفع باتجاه إيفانيفيسكي إذن تشاهدون عمليات ضغط كبيرة للكوات الروسية من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية باتجاه هذه المنطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية لذلك أصبحت هذه المجموعة تحت ضغط كبير خصوصا مع سيطرة القوات الروسية على هذا المرتفع هنا والذي يمكن بالنيران استهداف تحركات القوات الأوكرانية أما باتجاه محيط مدينة باخونت باتجاه إيفانيفيسكي تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية بشكل عنيف ما زالت القوات الأوكرانية صامدة في هذه النقطة لملع القوات الروسية من التقدم باتجاه إيفانيفيسكي والدخول إلى ضواحيها طبعا المعارك على أشدها أما باتجاه منطقة المقبرة هنا والسكال الحديدية وغيرها طبعا هذه المقبرة القوات الروسية ما زالت تحاول التقدم على طول هذا الطريق وعبر السكة الحديدية وطبعا المعارك في بودانيف كشيء لا يصدق فعلا ضغب كبير من قبل القوات الروسية للتقدم والوصول إلى القناة المائية ولكن القوات الأوكرانية صامدة حتى اللحظة طبعا أعيد تذكيركم القط حين يحاصر يصبح أسدا وبالتالي يستشرس بالقتال تحاول القوات الأوكرانية الصمود ومنع انهيار الدفاعات ومنع انهيار المعنويات في حال انهارت هذه الدفاعات هدف الروس هو الوصول إلى تشازيفيار والبدأ بمعركتها تحاول القوات الروسية أن تكون عملياتها ناجحة في عام ٢٠٤٤ تحاول استعادة هذه المناطق بكاملها كما شرحت لكم سابقا انطلاقا من سيفيرسك وليمن وسلافياسك وكراماتورسك وكوستانتينيفكا وتوريتس تحاول السيطرة على كامل هذا الطوق المحيط بمدينة بخمط حتى تنطلق لاحقا بعملياتها باتجاه مناطق أخرى إذن هذا هو الوضع في بخمط هذه أهداف القوات الروسية في بخمط لننتظر إن كانوا سينجحون أم لا ولكن المعارك متوقفة على القوة الأوكرانية الموجودة شرقي القناة التي تحاول أن تؤخر هذا الاندفاع الروسي كما تلاحظون بالخط باللون الأزرق هذه القناة تشكل خطا دفاعيا عن كامل هذه المناطق التي تقع على الطريق الرئيسي أما باتجاه أفديفك أحبائي فقد استطاعت القوات الأوكرانية دفع القوات الروسية إلى الخلف تراجعت القوات الروسية إلى الخلف في بعض النقاط ولكن الأهم من ذلك الضغط الأوكراني متواصل باتجاه ستيبوفي شرقي ستيبوفي تحديدا إضافة باتجاه هذه النقاط ولكن في نفس الوقت هناك ضغط روسي للوصول إلى بيرديتشي من الجهة الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية تضغط القوات الروسية للدخول إلى بيرديتشي طبعا يمكنها الدخول عبر حزام الغابات هذا وتحاول أيضا الدخول عبر هذه المنطقة إذن المعارك على أشدها أمر فعلا لا يصدق كيف يلاحظوا كيف يحاول كل طرف بعيد عن الآخر مئات الأمتار أن يشرنا هجوما كل الطرفين يركزان على هدفهما دون الالتفات إلى الآخر بمعنى آخر لم يوقف الروس هجومهم ويتسنوا ويحاولوا الدفاع عن المنطقة هنا تركوا الأمر للقوات الموجودة كذلك القوات الأوكرانية لم تحاول حتى إيقاف هجومها والتصدي القوات الروسية إنما تركت الأمر للقوات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة لصد الهجوم الروسي في كافة الاتجاهات إذن المعركة قوية جدا في شمال قطاع أفدييفكا ضغط كبير من كلا الطرفين والأمر البارز الآخر أحباي هو الضغط الروسي الذي تحاول القوات الروسية شنه باتجاهه والوصول إلى منطقة البحيرة هنا ضغط كبير من كافة المناطق والاتجاهات تحاول القوات الروسية السيطرة على كافة أطراف الشمالية الشرقية من أفدييفكا وبدأ معركة المدينة في أفدييفكا إذن المعارك صعبة ليست بالسهلة أبدا تحاول الكتائب والدبابات التابعة للواء 110 و116 الموجودة في هذه المنطقة تصدي للقوات الروسية المتقدمة إضافة لذلك تحاول المجموعات الطائرات بدون طيار العمل على المركبات والمدرعات الروسية أحبا أعيد تذكيركم القوات الروسية أدخلت الكثير من الأسلحة والمركبات والمدرعات وتم حجدها في هذه المناطق تحديث في الجزء الجنوبي هذا وجزء الشمالي هذا أما في هذه المنطقة فلا تفاصيل إدخال أي أسلحة جديدة أو مركبات ولكن المعارك على أشدها أيضا في اتجاه أوبيتني وفي الجزء الجنوبي أيضا تحاول القوات الروسية الضغط الحجد في هذه المنطقة لدفع القوات الأوكريم لسحب جزء من قواتها إلى الجهة الجنوبية هي معركة تشتيت قوة لديك قوة تحاول القوات الروسية تشتيتها حتى تتمكن أن تتغلب على بقية المناطق إذن ننتظر ما الذي سيحصل أما في اتجاه نوفر من خليفك تستمر المعارك في اتجاه نوفر من خليفك ذكرت لكم بالعبس أن القوات الروسية تقدمت في هذا الاتجاه توغلت في المنازل الأولى وتبتت سيطرة لها في المنازل الأولى من البلدة أيضا كما لديك فيديوهات تعرض حول تقدم القوات الروسية في كامل هذه المنطقة الرمادية كما تلاحظون ارتباط المنطقة ببعضها البعض كنا أن الهدف سابقا هو الوصول إلى كوراخوفي والضغط على كامل أغليدار وجنون دانياتس تلاحظون الطرق الرئيسية باللون الأصفر القوات الروسية تواصل الضغط بهذا الاتجاه تواصل ميتاب جينوفو من خليفكا وباتجاه هذه المنطقة وكوستانتينيفكا أيضا قد يكون هذا التقدم هو للوصول إلى فوديان وطبعا عبر عدة طرق ولكن توحظون هناك خطوط زرقاء هي خطوط دفاعية أن جاءتها القوات الأوكرانية لفي حال سقطت المندن والبلدات في الخطوط الأمامية كي تحافظ على خط الإمداد للكوات الأوكرانية الذي يصل من كوراخوفي إلى محوى الجنوبي دانياتس وبالتالي تسعى القوات الروسية للسيطرة على كامل هذه الطرق التقدم للأمام والضغط على مواقع القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية واستعادة السيطرة على كامل منطقة دانياتس باللون الرمادي تشاهدون هنا خطا كما تشاهدون هذا هو حدود منطقة دانياتس التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها طبعا لإعنان السيطرة بشكل كامل على المقاطع وبالتالي هل ستنجح القوات الروسية للوصول إلى هنا للوصول إلى هنا تحتاج كما قلت لكم للسيطرة على كامل هذه المنطقة والسيطرة على كامل هذه المدن وأيضا ستأخذ لاحقا معارك بوكروفيسك وأليكساندر أليكساندر ريفكا لذلك أحبائي هذا هي التطورات حتى صباح يوم الضربات الروسية طالت العديد من المناطق أهمها كييف زيدومير طبعا ميكولييف زابروتجي دانيبرو خاركيف كيروفوغراد طبعا جميع المناطق طالت القصف القوات الروسية طبعا شكنا لكم لمحبتكم ولإثقاتكم ولدعمكم وإلى اللقاء بفيديو آخر أحبائك